الاخوان والسلفيون يعني طبعا الاخوان كجماعة معروفة من فترة طويلة جدا لكن السلفيون يعني حتى الجماعة السلفية ظهرت مؤخرا بعد الثورة ايه الاختلاف اللي بينهم من وجهة نظر الاخوان المسلمين جماعة معروفة طبعا نشأت على ايدين حسن البنة ولها قوانينها ولها عرف ولها يعني جماعة استطاعت انها تحافظ على نفسها على مدى 50-60 سنة وده شيء يعني يحسب لها انما السلفيون دي دين يولوك بقى للجماعات الدينية الارهابية مكسوفين يقولوا عن نفسهم انهم جماعة الدينية الارهابية فبيقولوا احنا السلفيين كلمة السلفيين دي كلمة حق يراد بها باطل لان انا وانت وكلنا سلفيين من هو السلف؟ السلف بالنسبة لأي مسلم هو مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الرشيدة وبعض العلماء اللي احنا بنؤمن بهم اللي هم اصحاب المذاهب الاربعة صحيح ايه بقى السلفيين؟ انتوا بقى سلفيين بتاعوا ايه؟ ابن تيمية؟ لا ابن تيمية مش السلف مش وحده مش وحده نعم فيه اسلاف كتير كلهم على مستوى رائع وكلهم بذلوا جهدوا واطلقوا افكار عظيمة جدا للإسلام نعم فاذا الاسم نفسه مذيف اسمه مش حقيقي هم مش عايزين يقولوا احنا الجماعات الإسلامية اللي سبق وارتكبت معاصيل حصرة لها قتلوا ابرياء سفكوا الدماء سرقوا المحلات المجوهرات والذهب دخلوا على الناس ويحرقوا البيوت وعملوا اقطاء فادحة ثم جاء الوقت اللي ادركوا فيه ان كل ده كان خطأ فاحش لم يأتي باي نتيجة لم يحسنوا خطوة واحدة لم ينفذوا شيء واحد من افكارهم بالعكس كرهوا الناس فيهم وبقى الناس يكرهوهم جدا وبقى اسمهم الارهابيين والمش عارف ايه والمهما عملوا انت لما قامت الثورة يوم 25 يناير الثورة سلمية عظيمة جدا مجموعة من الشباب المهزبين المتربين غيروا بجرة كده بلمسة سحرية كل وجه مصر